هذه أبرز العنوين مجموعة المغرب المنتخب العراقي يستهل مشواره في أولمبياد باريس بالفوز على منتخب أوكرانيا بهدفين لهدف واحد لجنة الأولمبيادة تودد الزمهير المغربية بالإيقاف بسبب اقتحامهم لأرضية الملعب في مباراة المغرب والأرجنتين قبل استكمال مباراة ليتقرر بعدها إيقاف اللقاء بعد إخلاء الملعب نصير مزراوي يشعل الصراع بين أنديين كبيرين في الدورية الأوروبية من أجل استقطابه إلى أحدهما في هذا الصيف من باير ميونخ الألمانية رسميا يوسف نصيري يسافر إلى نادي اسطنبول لإنهاء ترتيبات انتقاله إلى فانربخشة تركية هذا الصيف فاز المنتخب العراق تحت التايتو العشرون عاماً وقع نظيره المنتخب الأوكراني بهدفين لواحدة في المباراة التي جمعت بين الطرفين اليوم الأربعاء برسم الجولة الأولى من دور المجموعات أولمبيا لباريس ٢٠٤ وعرفت مجرايات الشوط الأول بين الطرفين عقماً هجومياً لينتهي الشوط الأول بلا غالب ولا مغلوبة وبعض الاستراحة نجحت كتيب الأوكراني في تسجيل الهدف التقدم بواسطة لاعبه في حدود الدقيقة الثالثة والخمسون قبل أن يعدل أيمن حصين النتيجة للمنتخب العراقي خلال الدقيقة السابعة والخمسون من ركلة جزاء تمكن علي جاسم من يحرز الهدف الفوز لوسود الرافدين وكذلك في حدود الدقيقة الثالثة والسبعون ليدفر المنتخب العراقي بنقاط كاملة يتصدر المنتخب المغربي الأولمبي ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاثة نقاط مناصفاً مع المنتخب العراقي في المقابل يحتل المنتخب أوكراني المركز الثالث ثم العرجنتين في الصف الأخير بدون النقاط في حادث غير مسبوق تعرض الجماهير المغربية لتهديدات بالإيقاف بعد اقتحامهم لأرضية الملعب خلال مباراة المنتخب المغربي الأولمبي ضد الأرجنتين في أولمبيا باريس جاءت هذه الوقعة عقب تسجيل المنتخب الأرجنتيني لهدف التعادل في الوقت القاتل من مباراة بما ترى حفظ الجماهير المغربية ودفعهم للاحتجاج بشكل عنيف توقفت المباراة لمدة قرابة ساعتين بسبب الفوضى التي عمت الملعب حيث اضطر الحكم لطلب التدخل الأمن لضبط الأوضاع والإخلاء الملعب من المشجعين المحتجين وبعد فترة من التوتر عاد الحكم لاستكمال مباراة لكن المفاجأة جاءت عندما قرر إلغاء الهدف الأرجنتيني المتير لجدل فيما بعد عضف الحكم ثلاثة دقائق بدل وقت ضائع لاستكمال المباراة لكن الحادثة اضطرت بشكل كبير على الأجواء العامة في الملعب وآثرت العديد من التساؤلات حول الإجراءات التأذيبية التي قد تتخذها اللجنة المنظمة للأولمبياد ضد الجماهير المغربية هذه الحادثة اضطرت جدلا واسعا في الأوسط الرياضية العالمية هيتو اعتبر البعض أن اقتحام الجماهير المغربية كان رد فعل طبيعي على ما وصفه بالظلم التحكيمي فحين انتقد آخرون هذا التصرف ووصفوه بغير المسؤولة والذي قد يضر بسمعة المنتخب المغربي وجماهيرها الاتحاد المغربي لكرة القدم دعا إلى الهدوء وطلب الجماهير بضبط النفس ودعم المنتخب بروح رياضية مشددا على أهمية الالتزام بالقوانين والتشجيع الحضارية لضمان عدم تعرض المنتخب لأي عقوبات قد تؤثر على مشواره في البطولة العالمية كشف التقارير الإعلامية الصحفية عن دخول الدولي المغربي نصير مزراوي دائرة اهتمام فريقين من الدورية الإنجليزية حيث يسعى الناديين للبحث عن طرق للتعاقد مع ظهير باير ميونخ الألماني خلال المركات الصيفية الجري حسب قناة سكاي سبورت فإن نصير مزراوي تواجد على رأس قائمة المطلوبين لدى كل من موشيسر يونيتد وإصهام هذا الصيف قال سكاي سبورت إن باير ميونخ الألماني حدد مبلغ المطلوب لتصريح لعبه الدولي المغربي نصير مزراوي كما أن الأخير منفتح على اللعب في الدورية الإنجليزية الممتازة هذا وأكدت دات المصادر أن النادي البافاري حدد مبلغ 30 مليون يورو في أولى مقابلة بيعقد نصير مزراوي هذا الصيف لكنه خفض مطلبه بسبب سوق الانتقالات الحالية حيث يتراوح مطلبه الآن بين 15 و 25 مليون يورو للتخلي عن اللاعب المغربي الذي يمتد عقده إلى غاية صيف سنة 2026 صافر الدولي المغربي يصف انصيري إلى إسطنبول التركية تمهيدا لانتقاله إلى نادي فنربخشا التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية أعلن نادي فنربخشا في تدوينة عبر حساباته بمواقع التواصل الإجتماعية عن توجه انصيري إلى إسطنبول لإجتياز الفحوصات الطبية تمهيدا لتوقيع عقد انضمامه للفريق قادما من إشبيريا الإسباني قال النادي التركي ناديين مهتمان بانتقال يصف انصيري والمفاوضات بدأت بشكل جيد مع إشبيريا الإسباني سيصل اللاعب اليوم لإجراء الفحص الطبية اللازم وحسم الصفقة حيث كانت التقارير العالمية قد أكدت انتقال يصف انصيري إلى فنربخشا بعد تلقيه مكالمة هاتفية مع المدرب الفريق جزي مورينيو لأسبوع الماضي لتحسن من انتقال إلى فنربخشا بعدما كان قاب قوصين وأدنى من الانتقال إلى الروم الإيطالية الجدير بالذكر أن انصيري شارك خلال موسم 2023-2024 مع إشبيريا الإسباني في 33 مباراة مع إشبيريا سجل خلالها 16 هدفا في الدورية الإسبانية أعلن فريق أولمبياكوس اليوناني رسميا عن تجديد عقد المهاجمة المغربية يوبا الكعبي وكشف أولمبياكوس في بلاغ رسمي عن تجديد عقد الكعبي مع الفريق دون الإشارة إلى مدى العقد الذي سيجمع الطرفين كشف الحساب الرسمي لنادي أولمبياكوس لقد نضلنا وانتصر معا والآن سنواصل الحلم عن أيوبا الكعبي يجدد عقده مع نادي أولمبياكوس التحق الكعبي بالمعسكر ناديه بهولندا الأسبوع الماضي تأهب للموسم الكروي القادم حيث شارك في الحصص التدريبي الأولى إلى جانب زملائه في الفريق اليوناني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر